نعم حسين مدياب جاهز معنا للتعليق على هذا الخبر والحديث عن ستة انفجارات في شرقي طهران نعم حسين بتأكيد سمعت هذه الأصوات قبل قليل خلال مداخلة أحد زملائنا سمعت هذه الأصوات أصوات انفجارات خرجت ثلاثة أو أربع انفجارات ثم بدأت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تعمل هنا شرق العاصمة بطبيعة الحال هناك مناطق سكن عسكري قريبة من المنطقة التي نحن نتواجد فيها الآن ولكن استبعد أن تكون هذه الأصوات قريبة من تلك المناطق هي تابعة للبحرية الإيرانية بطبيعة الحال هذه الأصوات رغم أنها من شرق العاصمة إلا أنها كانت بعيدة نسبيا تكرر صوت الانفجارات مرة أخرى بعد دقائق قليلة وأيضا بدأت منظومات الدفاع الجوي بالعمل مرة أخرى لكن الآن بشكل عاجل مركز الدفاعات الجوية هنا في العاصمة طهران يتحدث عن أن أصوات الانفجارات كانت ناتجة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع هذه الاستهدافات الإسرائيلية لثلاث نقاط عسكرية لم يتم تحديدها حتى الآن إذن نكرر بأن مركز الدفاعات الجوية في طهران يتحدث عن أن أصوات الانفجارات كانت ناجمة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي الإيرانية مع استهداف إسرائيلي لثلاث نقاط عسكرية لم يتم تحديد مواقعها إذن حسب الرواية ومنذ أن بدأت هذه القصة منذ نحو ساعتين نتحدث عن مواقع عسكرية موجودة في غرب العاصمة طهران وجنوبها وأيضا الآن منذ قليل شرق العاصمة طهران إذن نحن أمام استهداف يشمل شبكة من الأهداف العسكرية في مختلف نقاط العاصمة الإيرانية رغم أن الرواية الرسمية الإيرانية حتى الآن لم تحدد طبيعة هذه الأهداف ما هي؟ هل هي نقاط عسكرية إدارية؟ هل هي مراكز أو مقرات حساسة؟ هل هي مقرات أو نقاط أو منشعات لتصنيع الأسلحة الصواريخ بأنواعها؟ وما إلى ذلك لم يتم تحديد هذه النقاط حتى هذه اللحظة ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام الإيرانية هو محاولة تحجيم كما قلنا لهذه الضربة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة مع التركيز على أن حركة الطيران ما تزال طبيعية حتى هذه اللحظة وبأنه لا يوجد ما يستدعي في العاصمة لتحرك فرق الطوارئ لا يوجد صور منتشرة سواء في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أو حتى المعارضة حتى كما رأينا خلال الساعتين الماضيعين لا يوجد صور لصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية لا صواريخ دفاعية ولا أيضا صواريخ التي تم استهداف هذه النقاط العسكرية من خلالها لا يوجد صور لصواريخ إسرائيلية مثلا وما إلى ذلك ومجرد سماع للأصوات في نقاط مختلفة من العاصمة طهران مع نفي كامل لوجود أي انفجارات أو أي موجة استهداف ثانية لمدن أخرى المتحدث بسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تحدث منذ دقائق وقال بأنه كان عائدا للعاصمة الإيرانية طهران قبل قليل عبر مطار مهر آباد القرية الموجود هنا في العاصمة طهران وقال بأنه تجول في العديد من الشوارع طهران ليلا وبأن الحركة عادية جدا والهدوء يعم المكان إذن هي عملية استهداف إسرائيلي حتى هذه اللحظة وبحسب الروايتين الإيرانية والإسرائيلية الإسرائيليون يتحدثون عن موجات من العمليات الإسرائيلية على نقاط عسكرية إيرانية وإيران تقول بأنها تتصدى بنجاح لهذه الاستهدافات دون تحديد المواقع حتى هذه اللحظة إما إيران تحاول نظرا للحديث الإسرائيلي المستمر عن أنها بداية لعمليات متلاحقة قد تستمر حتى الصباح ربما إيران تحاول تحجيم هذه الضربات قدر الإمكان وتحاول التصدي لها والتعامل معها قبل تقديم الرواية الرسمية للشارع الإيراني وتحديد هذه النقاط التي تم سلطاقهم ستسلحك للإشارة لهذا الحديث